بسم الله الرحمن الرحيم في ملعب وأجواء صعبة جدا نتمنى بإذن الله تكون هذه النتيجة في صالح النادي الأهلي خاصة أن اللقاء اليابي من الجمعة يحتاج الأهلي المكسب والفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للنهاية التاريخي من مسابق الدوري أبطال إفريقيا بالتأكيد هذه المباراة فيها تفاصيل كتيرة فيها كواليس حصرية هتكون معنا من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي وهنتكلم على موقف المصابين في لقاء العودة هنتكلم على أسباب اللي ظهرت في الأمس بالتصوير الفضائي أو تصوير المباراة ومشكلة البس الفضائي اللي كانت موجودة في مباراة مازينبي والآلي وأعتقد يعني إحنا كنا شرحنا الكلام ده وقلنا لكم يا جماعة من يوم الثلاثة اللي فات قبل المباراة الثلاثة أربعة سيامنا لكم مباراة الزهاب في الكنغو الدموقراطية هيواجه الأهلي مشكلة كبيرة جدا في تقنية الفار لأنه في مشكلة ليه علاقة بالبس الفضائي وبالفعل حدث ما كنا مش عقولنا توقعه ولكن ما وصلنا من معلومات ورصدنا ما وصلنا من تفاصيل حدثت بالأمس في مباراة مازينبي والآله كانت حديث كل الناس اللي تبعت المباراة سواء في مصر أو حتى خارج مصر حكام مباراة العودة مين؟ مين اللي هيجير لقاء العودة؟ كل التفاصيل وكل كاوليس كالعادة هتشوفوها من خلال برنامج الترين كمان هنتكلم على استعدادات الفريق للقاء العودة، الحضور الجماهيري المنتظر خاصة بعد القرار الرسمي بحضور خمسين ألف متفرق حالة فيها كاوليس كتيرة وتفاصيل مهمة ولكن عشان وقت الحالة نبدأ بسؤال حلقة النهار وسؤال النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهلي بالأمس أمام زنبي في زهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كل يدخلوا يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم على أداء الأهلي والنتيجة التي آلت بها مباراة الأمس خاصة أن لقاء العودة إذا الأهلي فاز بهدف مقابل لشيء يتأهل مباشرة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن سريعا نروح لأهم العنوين البداية في ترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات بعد العودة من القنغو وفي الترند المحلي حسام حسن يستقر على مواجهة بوركينا خمسة يونيو وفي الترند العالمي مواجهة نارية في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة استعراض مباراة اليوم النهاردة في مباراة مهمة جدا سواء على المستوى الإفريقي أو حتى على المستوى الأوروبي الدوريات الخامسة الكبرى البداية بمباراة كأس الكونفيدرالية النهاردة الساعة 6 زهاب لقاءات الدور نصف النهائي وعلى استاد القاهرة الدولي نادي الزمالك يصطديف فدريمز بطل غنى ساعة 9 اتحاد العاصمة هيصطديف نهضة بركان وهذه المباراة في هناك أزمة كبيرة تحوم حول هذا اللقاء ونسبة إقامة اللقاء لا تتخطى العشرين في المائة أزمة كبيرة المباراة بنسبة كبيرة ممكن ما تتلعبش نتيجة أن فريق نهضة بركان وصل إلى الجزائر وتم احتجاز كل القمصان الخاصة بالفريق لخلافات ما بين الدولتين أعتقد الاتحاد للإفريقيا يكون لي قراري النهاردة بشأن هذا اللقاء نروح للدور الإنجليزي وفي مباراة انتهت منذ قليل بفوز إيفرتون على نوتينج هامفورست بهدفين مقابل لشيء حاليا في هذه الأثناء أستون فيلا وبورنوموس واحد واحد كريستال بلس متقدم على وستهام يونيتد أربعة واحد ساعة خمسة ونص يعني ليفربول ينزل ضيفا ثقيلا على فولهم وأعتقد ليفربول ليس أمامه سوى الفوز بعد تصدر أرسنال مقدمة الدوري الإنجليزي نروح للدوري الإسباني ومنذ قليل انتهت مباراة ختافي وريال سوسيداد بالتعادل الإيجابي واحد واحد والشوت الأول انتهى بين ألماريا وفياريال بالتعادل الإيجابي أيضا واحد واحد وستة ونص ألفز بيصديف أتليتكو مدريد والكلاسيكو قمة المباريات النهاردة في الدوري الإسباني ريال مدريد مع بارشلونة على سينتياجو بيرنابيو نروح للدوري الإيطالي ومنذ قليل انتهت مباراتين ساسولي خسر على أرضه أمام ليتشي 3-0 تورينو اتعادل على أرضه مع فورنزيوني تعادل سلبي 0-0 سارنتيانا هيصديف فورنتينا الساعة 6 وموينزا هيصديف أتالنطا الساعة 9 الاروب نتمنى مشاهدة طيبة لكل السادة المشاهدين النهاردة وجبة يعني مختلفة ما بين المباريات الإفريقية على مباريات دوري الإنجليزي والإسباني وأيضا دوري الإيطالي فاصل ثم نواصل في موضوع دلوقتي يمكن مثار جدا على السوشيال ميديا وإحنا بالتأكيد بنرصد كل كبيرة وصغيرة موجودة حاليا في السوشيال ميديا بخصوص الأحداث الرياضية بشكل عام والأحداث القروية بشكل خاص يمكن منذ قليل كانت فيه مباراة في ختام مباريات دوري الجمهورية بطولة الشباب مواليد 2003 وكانت نقدر نقول هي مباراة فصلة وحاسمة ليه؟ أمبي والأهلي الأهلي كان في الصدارة 62 نقطة وأمبي في المركز الثاني 59 نقطة والمباراة انتهت بفوز أمبي 4-3 دلوقتي الكلام على فكرة أن الفريتين مثلا متساويين في النقاط ولكن الأهلي بيتفوق بفارق الأهداف وعلى هذا الأساس تبقى لهذه النتيجة وتبقى لهذا الموقف من عرد النقاط يعتبر الأهلي بطلا لدوري الشباب مواليد 2003 ولكن كالعادة من يدير الكورة في مصر سواء مجلس دارة اتحاد الكورة أو حتى قطاعات البراعم والناشئين من خلال مناطق التي تتبع الاتحاد المصري لكورة القدم في جميع الأحوال الهدف من مباراة الناشئين هو تصعيد لعبين للفري الأول وتخزية المنتخبات سواء المنتخب الأول أو منتخب الشباب أو منتخب الناشئين بلاعبين يعني بنتوسن فيهم خير أن يكونوا قوام للمنتخبات خلال الفترة اللي جايه ولكن الإدارة السيئة سواء من اتحاد الكورة أو حتى القطاعات لمباراة الناشئين ولوايح مباراة الناشئين هي اللي بتقودنا لمشهد بيتقرر للمرة التانية الأهلي بيحتفل طبقا للأرقام وطبقا النتائج هو بطل الدوري وإنبي بيحتفل في انتظار نتيجة احتجاجه على مباراته مع المصر التي خسرها بهدفين مقابل لاشيء وهذا الاحتجاج حتى الآن لم يصدر فيه قرار وبالتالي هنا لما مباراة دي بتتلعب المفروض المسؤول عن قطاع الناشئين في الاتحاد أو في المناطق أو بمعين البطولة هي بطولة الجمهورية فلا تغضع لمنطقة القاهرة بتغضع بالتأكيد لاتحاد الكورة كان يجب عليه أن يرسل منشور يحدد الموقف لكل الفريقين أو على الأقل يحدد موقف احتجاج فريق على مباراة سابقة من فترة طويلة ولكن بما أن حتى الآن لم يصدر قرار في مباراة إنبي والمصري تقل لنتائج الأهل حتى الآن هو بطلاً لهذه المصابة نفس الأزمة دي حصلت قبل كده في عهد اللجنة السلسية اللي كان وقتها بيقودها المهندس أحمد مجاهد وأنا فاكر وقتها لغاية اللحظة دي ما اطلعش قرار من اللجنة السلسية واللجنة السلسية مشيت واللي كان بيدير الاتحاد في عهد اللجنة السلسية مشي ويجي مجلس دراء للاتحاد وقعت سنة واثنين ودخل في التالتة وما أخدش قرار فيها وبتتقرر نفس المشكلة للمرة التانية وأنا واثق أني مش أخد قرار فيها هكذا تدار الكرة في مصر إحنا في النهاية على فكرة أكيد بنفرح وبنسعد أكيد بانتصارات الأهل ولكن في النهاية النادي الأهل بيهمه في المقام الأول شكل المسابقات شكل المسابقات بهذا الشكل أنت بتعمل أزمة بدون لا شيء يعني أنت كجهة منظمة لما بتدير مسابقات في مراحل الناشئين والشباب وبتحصل أزمة على السوشيال ميديا أو بتحصل أزمة في الإعلام الرياضي لما يطلع بعد المباراة يقول من البطل أنت هنا عايز توصل الناس لإيه؟ بالزبط الأهل الحمد لله حتى في جميع مباراة قطاعات الناشئين بيحقق انتصارات متميزة جدا ومش هروح بعيد بصوا على مباراة مازينبي والأهلي التشكيلة الأساسية في مباراة مازينبي والأهلي رغم عصر الاحتراف الكبير قوي 5 من 11 من قطاعات الناشئين في النادي الأهلي 5 من 11 فقطاعات الناشئين في النادي الأهلي الحمد لله بتطلع العيبة كويسة وبتحقق نتائج كويسة وموجودة في الثلاثة والألفين وخمسة وفي ألفين وستة وفي ألفين وثمانية موجودين في كل مباراة قطاعات الناشئين وفي شغل كبير جدا كمان بيحصل في الأكاديميات جهد كبير جدا الكابتن بدر رجب والكابتن وليد سليمان والكابتن محمد شوقي وننزل لك الأكاديمية الكابتن عبد المنعم شطأ شغل كبير وعمل كبير مع لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة مع الكابتن محمود الخطيب ولكن في النهاية الشغل ده كله في شقين شق إيجابي بيظهر من خلال الفريق الأول لما بيلعب سيمي فينا الأفريقية عندك خمسة من قطاع الناشئين ولاد النادي بيلعبوا مع الفريق الأول وشق تاني لعلاقة بالنتائج بس النتائج دي ما بتظهرش بشكل كبير نتيجة الكارسة اللي احنا شايفينها في اللوايح النتائج اللي احنا شايفينها ان ما فيش قرارات بتصدر عاقب شكوة أي نادي على شكوة على أي مباراة لكن في النهاية بنرفع القبعة لقطاع الناشئين في النادي الأهلي في الالفين وثلاثة بينافس ويبقى النادي الأهلي هو النادي الشعب الوحيد اللي لسه بنافس على جميع الأصعيدة سواء في قطاعات الناشئين أو حتى في الفريل الأول دخل تزد دخل بيراميدز دخل فيوتشر دخل مودرن فيوتشر لسه فيه أسماء فرق تانية بتطلع ولكن تبص على قطاعات الناشئين والفريل الأول لسه النادي الآلي بيحافظ على مكانته النادي الشعبي الأول في مصر فيه أندية شعبية بتعاني في الدوري فيه أندية شعبية بتعاني في قطاعات الناشئين ممكن تلاقي مثلا الزمالك في المركز الاثناشر وفي الثلاثناشر وفي السادس مش موجود على الخريطة في قطاعات الناشئين ولكن انا بشكر بالتأكيد قطاعات الناشئين ان دايما في كل مرحلة سنية بيخلي النادي الاهلي دايما في صراع ومنافسة يا اما مع امبي يا اما مع زد يا اما مع فيوتشر يا اما مع بيراميدز هو دايما كده النادي الاهلي متواجد الحمد لله بشكل جيد سوافق قطاعات الناشئين او حتى الفريق الاول وعلى فكرة ده في النهاية بيخدم الفريق الاول عموما نهاردة الحد على يوم الثلاثة ان شاء الله الكابتن اسامة حسنة يكون عنده حلقة تعارفين برنامج الاشبال متخصص في هذا الجزء كل التفاصيل وكل الموضوعات وعلى ما يصدر قرار او على ما نشوف الموضوع تعارفين ما بتاخدش يوم ولا اتنين ممكن يومين ثلاثة فعلى يوم الثلاثة كل التفاصيل وكل الكهوليس هتسمعوها بالتأكيد مع الكابتن اسامة حسنة طيب ممنزمة الحديث عن قيمة ومكانة بشكل غير طبيعي وانا عشان كده بقول لكم يا جماعة لولا النادي الاهلي لكانت الكرة المصرية والرياضة المصرية في منحنة تاني خالص للأسف بشكل سلبي ليه لما تلاقي صورة متصدرة السوشيال ميديا على مباراة فريق الكرة مباراة فريق الهندبول فريق الفولي فريق الباسكت بيلعب في جميع المسابقات الافريقية في نفس اليوم وهو يوم التاريخي مش هقول بس للرياضة المصرية ضمكم الصورة على الشاشة صورة فريق الكرة متعادل مع مزينبي سفر سفر صورة فريق كرة اليد رجال اللي كسب امل سيكييدا الجزائري 3019 في كاس افريقيا لكرة اليد في الجزائر صورة فريق السلة اللي قدر يكسب في منافسات بطولة افريقيا الكرة السلة البال فور كسب اهل بنغازي الليبي 98 96 و noticing 98 86 وصورة كمان فريق الطايرة رجال اللي قدر يكسب سبوار الكنغولي بتلت أشوات نظيفة وتأهل للضربع النهائي من مصابقة بطولة أفريقيا للقرة الطيرة تخيلوا كل الفرق الجمعية في النادي الأهلي فريق كرة القدم فريق كرة السلة فريق كرة الطيرة فريق كرة اليد بيلعبوا منافسات أفريقية فريق الكرة بيلعب سيمي فاينال دوري الأبطال مع مازينبي فريق الطيرة تأهل للضربع النهائي من بطولة أفريقيا للقرة الطيرة اللي بينظمها الأهل على صالة الأمير عبدالله الفيصل تروح حتى لكرة السلة كان بيلعب منافسات بطولة إفريقيا البال أفور في صالة دكتور حسن مصطفى هنا في 6 أكتوبر ومباراة كبيرة على أهل بنغاز الليبي كسب 98.86 المباراة مباراة كانت بتتزاع على كانال سبورت الفرنسية يعني حتى المباراة بتتزاع حتى في الدول الأوروبية والناس بتشوف النادي الآلي في هذه البطولة المؤهلة بعد كده لكاس العالم للأندية تروح لكرة اليد كسب السوبر الإفريقي ومباراة في نفس اليوم بيلعب كاس الكوس الإفريقية في الجزائر وكسب فريق جزائري بنتيجة 30-19 أعتقد دا يوم تاريخي من عمر الرياضة المصرية ومن عمر النادي الآلي وده توبك كان مهم جدا كان متصدر السوشيال ميديا بالأمس وأعتقد يعني الحمد لله من الأرقام التاريخية واللحظات التاريخية اللي احنا كان لازم نسجل ده من خلال برنامج الترينت إن النادي الآلي هو النادي المصري الإفريقية والدولية في جميع الألعاب كرة طيرة سلة يد أعتقد دا انتصار مهم جدا وجهد كبير نتيجتك اللازم نتكلم عليها في السوشيال ميديا طيب التوبك الثالث مباراة مازينبي والأهل وأنا عندي كلام كتير جدا على مباراة مازينبي والأهل أولا الحمد لله إحنا هنا يوم الثلاث ومش محتاجة استعرض بقى إحنا قلنا يوم الثلاث الناس كلها الحمد لله من تابعنا وحفظة وعرفة إيه اللي بنقوله قلنا يوم الثلاث في مشكلة هتواجه الأهلي في هذا اللقاء والمشكلة ليه علاقة بالبس الفضائي والمشكلة ليه علاقة إن البس الفضائي دا ممكن يأثر على تقنية الفار أنا بأكد لكم النهاردة بشكل رسمي المباراة كانت تقام بدون تقنية الفيديو دي معلومة ما تقاليتش في أي حتة قبل كده مباراة الأمس لعبت بدون تقنية الفيديو ليه؟ لأن مبارح التلفزيون الكنغولي أنقذ المباراة وقام بتصوير المباراة بمعداته بأدواته الوطنية التلفزيون الوطن هو اللي صور المباراة ورغم أن الاتحاد الافريقي متعاقد مع شركة أوروبية لإرسال معدات وعربية أوبيفان وطاقم تصوير لتصوير المباراة هذا الموضوع شهد أزمة كبيرة جداً في الجمارك والسلطات الكنغولية لم تفرج عن الأدوات ولا المعدات لتصوير المباراة ولولا قيام التلفزيون الكنغولي بتصوير المباراة المباراة مباراة كانت ممكن تتأجل وما تتصورش والموضوع كان مترحل لغاية قبل ساعة ونص من بداية اللقاء أنا بقول لكم كلام ما تسمعش قبل كده وما تقلش قبل كده وفوج مسؤول الاتحاد الافريقي في اللحظات الأخيرة بهذا المشهد وبهذا المنظر مسؤول الاتحاد الافريقي ما كانوش يعرفه كل التفاصيل اللي بقول لكم عليها ديت ولولا قيام التلفزيون الكنغولي بتصوير المباراة المباراة كانتش هتتلعب مباراة ما كانتش هتتلعب التلفزيون الوطني هو اللي قام بالتصوير ونفس الأزمة دي حصلت في مباراة بيترو أتليتكو وده اللي اتكلمتي فيه الثلاثة اللي فات البس الفضاء كانت فيه مشكلة الكاميرات اللي للزاوية كانت بتقطع فيها كتير وعلى هذا الأساس الفار ما اشتغلش كتير طيب هل الموضوع انتهى؟ لا بعد المباراة مباراة حصل تحرك كبير جدا وفيه خطابات تم إرسالها بخصوص هذا الموضوع وأعتقد فيه حاجتنا هيحصله يا إما يبقى فيه عقوبات لأن الأمر ده حصل في الدور الافريقي وعلى هذا الأساس كان فيه وقت مبكرا في اتخاذ القرار واتنقلت مباراة مازينبي من الكنغو إلى تنزانيا والحاجة التانية لو لا قدر الله يعني إن شاء الله الأهل هيعد مازينبي الجمعة الجاية بس لو مازينبي وصل فينال فيه كلام على المباراة دي في الملعب ده فيه كلام على المباراة دي في الملعب ده لو مازينبي وصل فينال وإبقى فيه خطوات جدة هتحصل بس إن شاء الله بإذن الله مش هنتكلم فيها لأن بإذن الله الأهل هيتخطى مازينبي الجمعة الجاية ويتعهل للنهاية وينقذ الاتحاد الافريقي من كل هذي التفاصيل في الفترة اللي جاية الاتحاد الافريقي على فكرة مش هدفع عنهم هم بيبقوا حرصين يعني ان هم يبقوا مركزين في كافة التفاصيل ولكن قزمة مبارح كان فيها كأوليس وتفاصيل يعني الحمد لله الاهلي تخطها بنسبة كبيرة قدر يفرض سيطرته يخرج من المباراة لبر الأمان يتعادل سلبيا ولكن مش عايزة روح للنيات السيئة ان الناس كان هدفها ان المباراة ما يكونش فيها تصوير امكانيات جيدة ان المباراة ما تكونش بتقنية الفر فيه كلام كتير جدا ايه ما بين السطور قلتوا التلاتة اللي فات ولكن الحمد لله النادي الاهلي تخطى المباراة وتأهل بنتيجة ايجابية في لقاء الزهاب لسه طبعا التأهل التاريخ الجمعة جاية ولكن لقاء الزهاب بيأهلك بنسبة ايجابية في انتظار نتيجة لقاء العودة اللي هيبقى صعب جدا 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 ايه وحد يتخيل انه ماتش العودة سهل ماتش العودة صعب واصعب من مباراة الزهاب ولكن هي نتيجة ايجابية سبق للاهلي تحييها قبل كده عشان برضو مبارح الناس كتبت معلومات وأخبار وأرقام غلط الأهل قبل كده ما تعادلشه دي أول نتيجة جباية في مازينبي لا الأهل قبل كده تعادل في مازينبي مش أول مرة الأهل يتعادل في مازينبي ولكن عندي أرقام إيجابية ومهمة جداً اتقالت بعد مباراة الأمس أولاً الأهل يواجه مازينبي أربع مرات قبل كده في مواجهات سابقة في دور المجموعات مرتين في 2002 ومرتين في 2012 الأهل حقق انتصار مرتين مقابل مرة لمازينبي وتعادل مرة واحدة الأهل يوصل سيميفاينال 15 مرة يعني الأهل شارك في نصف النهائل المرة الخمستاشر أكثر الفريق مشاركة في هذا الدور بالإضافة إلى الزهور الخامس على التوالي الأهل من 2020 ل2024 ده خامس مرة على التوالي بيلعب سيميفاينال خامس مرة على التوالي بيلعب سيميفاينال ورب إن شاء الله يكون نهائي تاريخي برقم قياس جديد للنادي الأهل النادي الآلي حافظ على سلسلة لا هزيمة تسعتاشر مباراة متتالية في دور أبطال إفريقيا منذ مارس عشرين تلاتة وعشرين الأهل لم يتلقى أي خسارة وده رقم قياسي سبق قبل كده منو الجزي حققه مع النادي الآلي النهار ده الآلي بيعاد الرقم القياسي ولكن مع مرسل كولر مع جزي كانت تسعتاشر مباراة مع كولر دلوقتي بقى تسعتاشر وكولر على أعتاب كتابة يعني رقم قياسي جديد يوم الجمعة اللي جاية مع فريق مازيمبي طيب بات مرسل كولر يعني على أعتاب رقم تاريخي لو كسب وتأهل إلى نهائي دور الأبطال طيب في التسعتاشر مباراة على فكرة الآلي فاس في تلاتاشر وتعادل في ستة وفي نفس الوقت كولر مع الآلي خاط خمسة وعشرين مباراة في دور الأبطال فاس في ستاشر اتعادل في سبعة خسر مباراتين مصطفى شوبر الكل مبارح بيشيد بأداء مصطفى وتكلموا لأن مصطفى شوبر تصدى وده مش كلام أنا بقى ده تقرير الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي يعني في تقرير المباراة كده في صفحة نزلة بيتكلموا على أحداث المباراة من ضمن الكلام على أحداث المباراة الاتحاد الافريقي كتب وقال إيه على مصطفى شوبر تصدى لتلاتة وعشرين تصويب على المرمى بنسبة نجاح مية في المية وهو الرقم الأكبر مقارنة بكل الحراس في هذه البطولة بالإضافة إلى حفاظه على نظافة شباكو في الخمس مباريات التي خضها وده رقم إيجابي جدا ورقم قياسي جدا لمصطفى شوبر تلاتة وعشرين تصويبة سددت عليه في الخمس مباريات التي لعبت في الفترة السابقة ما بين مباراة بولوزداد وينجي أفريكانز ومازينبي وسيمبا مباراة كلها صعبة وفيها مباراة خارج مصر ولكن انت لما بتتكلم على تلاتة وعشرين تصويبة اتسددت عليه ونسبة النجاح مية في المية ده رقم إيجابي جدا خمس مباراة خدها كلين شي مصطفى في شهر خمسة اللي جاية هيتم اربعة وعشرين سنة نقوله كل سنة وانت طيب قبل ان شاء الله مباراة النهائية هيتم من الاربعة وعشرين سنة ولكن لسه بدري على المشوار الارقام دي دافع قوي ولكن مش هنوقف عندها وانا واثق ان مصطفى بشخصيته مش هنوقف عندها لسه المشوار طويل لسه المشوار طويل انت بتتكلم مثلا ان شاء الله بإذن الله يعني ربنا يديله الصحة والعمر عشر اتنشر سنة قبل يعني بعد كده على مشوار حراسة المرمى فدي البداية سوشيال ميديا مش عايز اقول الكلام الكتير ممكن يؤثر بالسلم ولكن احنا هنا اكيد هنجزى مصطفى حقه وعنبقى سعداء ومبسوطين جدا بالنتاج دي وبالارقام دي ولكن ومصطفى اكيد بشخصيته اللي انا عارفها واللي كل الناس عارفاها حاطت الارقام دي ورى ظهره وبيفكر في اللي جاي وهو مدرسة الاهلي كده ماتش خلص الارقام خلصت حطت النتيجة والبطولة في الدولاب بتقفل وبتفكر في اللي جاي فهي نتيجة ايجابية وارقام مميزة ونتمنى التوفيق لمصطفى والشناوي وكل حراس الاهلي يا رب ان شاء الله في الفترة اللي جاية طالما حراسة المرمى الاهلي بخير حراسة مرمى منتخب مصر هتفضل بخير دي كانت لها يعني دي كانت تفاصيل لها علاقة بمباراة مازينبي ولقاء الزهاب طيب المصابين المصابين وعدد الإصابات في الفترة الأخيرة وانبارح مع الخمسة اللي ما شاركوش وما سفروش للكونغو الدموقراطية الناس شافت إصابة لأكرم توفيق خرج بسببها وإصابة لأحمد نبيل كوكا خرج بسببها فالناس بتقول الفريق مش مستحمل إصابات لا النهاردة أنا جايل لكم ببشرة خير بشرة خير في ملف المصابين أولا أكرم هو جرح قطعي في أسفل الحاجب بإذن الله ان شاء الله مش هيكون سبب في عاقته عن المشاركة في لقاء العودة يعني أكرم بإذن الله متواجد في لقاء العودة وده جرح قطعي بسيط تم التعامل معاه من الجهاز الطبي طيب كوكا نهاردة ناس كتيرة بتقول أن أحمد نبيل كوكا لن يلحق بلقاء العودة أنا بقول لكم لسه أحمد نبيل كوكا عنده كدمة في الرجبة كدمة أسفل الرجبة بيعني بشكل دقيق تبقى للوصف الطبي فيه أشعة تانية هتجري هتجريها الجهاز الطبي لأحمد نبيل كوكا خلال الأيام القادمة الفريق واخد أجازة على فكرة الحد والاتنين وهيتمرن يوم الثلاث مع استيناف التدريبات يوم الثلاث هيكون فيه أشعة لأحمد نبيل كوكا وارد جدا بإذن الله مع نتيجة الأشعة يكون جاهز للقاء العودة ولكن الناس اللي عملت قول كوكا مش موجود في مطش العودة أنا بقول لكم لسه الكلام ده مش محسوب طيب قال يو ديانج نزل ورجع للتدريبات لما كان الفريق موجود في القنو ديانج نزل للتدريبات مع المستبعدين وشارك بشكل تدريجي في التدريبات ديانج الحمد لله شارك بشكل تدريجي في التدريبات ولكن صعب يلحق ماتش العودة لسه محتاج فترة من يعني استعادة اللي يقل بدنيه عشان يكون جاهز للقاء العودة ولكن ديانج الحمد لله شارك في التدريبات ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم وغيابه استمر لمدة شهرين كما أكد طبيب الفريق منذ وقت الإصابة في نهاية شهر فبراير قال إن الإصابة تاخد لها 8 أسابيع وده لقاله كولر مبارح في صياق دفاعه عن دكتور أحمد جبالة طبيب فريق النادي الأهل الحمد لله في التوقيت اللي قاله الدكتور ياسر نزل بشكل تدريجي وطبعا عشان يقدر يشارك في المباريات محتاج عدة أيام ولكن لو الجهاز الفني عايز ياخد ياسر موجود لو عايز ياخد ديانج موجود نزله في التدريبات الجماعية نزله في التدريبات وده أعتقد شيء إيجابي جدا وبشرة خير لتقليص عدد قيمة المصابين فإذن ديانج وياسر وكوكا وأقرم توفيه مروان عطية يوم الثلاث اللي جاي لما الفريق أستهن في تدريبات هيكون موجود في المران الجماعي هيكون موجود في المران الجماعي ولكن مروان بقاله أكتر من حوالي أسبوعين ثلاثة برضو مش موجود في المباريات هل مشاركته هيحسنها الجهاز الفني ده أمر يخص مرسي الكولر ولكن مروان يقدر ينزل للتدريبات الجماعية يوم الثلاث حسين الشحات خلاص جاب يمكن الجهاز الطب يقدر يوفر قناع واقي للوجه عشان يرتدي في التدريبات ولكن برضو هيكون متواجد في التدريبات وهتشوف حسين في التدريبات الجماعية ولكن أمر مشاركته في المباريات هيتوقف على وجهة نظر مرسي الكولر أنا بس بطمنكم أن كل اللعبة اللي كانت مصوبة سواء بعمليات جراحية أو إصابات عضلية نزلوا التدريبات خلاص نزلوا ومتواجدين ولكن هنستنى ونشوف يوم الثلاث الموقف آخر حاجة متعلقة بإمام عشور ومحمد الشناوي بشرة خير أيضا إمام عشور ومحمد الشناوي جاهزين للتدريبات الجماعية واللي اتنين طبقا للرؤية الطبية ما عندهمش ما يمنع من المشاركة في المران الجماعي ما عندهمش ما يمنع من المشاركة في المران الجماعي ولكن المشاركة في المباريات الرسمية تخضع لبروتوكول لأن إصابة إمام عشور ومحمد الشناوي اللي علاقة ببروتوكول طبي بإصابات الكتف للإصابات ما كانتش بسيطة وصغيرة الشناوي تبقى للإشعاعات اللي أجراها أثناء صفر الفري في الكله جاهز للمشاركة في المباريات ولكن الجهاز الطبي بيحاول ينفس ببروتوكول معين إن في مدة معينة لازم ينتهي منها الشناوي عشان يقدر يشارك في المباريات الرسمية المباريات الرسمية مش التدريبات الجماعية نفس الأمر لإمام عشور إمام عشور آه ممكن يلعب ماتش مازمبي ولكن الجهاز الطبي طحف يعني حفاظا على اللاعب عايز ينفس ببروتوكول معين إمامة صاب يوم 22-23 عشان يرجع للمباريات الرسمية الجهاز الطبي بيكلم في شهر ونص على الأقل يعني بعد مباريات مازمبي الإياب يكون جاهز للمشاركة في المباريات باختصار الأهلي يتأهل بإذن الله نهاي إفريقيا كل اللاعبة دي موجودة يوم 18-5 مع الأهلي في نهاية دور الأبطال وما فيش أي إصابة إطلاقا دي بشرة خير متعلقة بموقف كل المصابين طيب نرجع بقى لأحداث مباراة الأهلي وإمبي في ختام دوري الجمهورية موليد 2003 وقلت لكم المشكلة فين والليحة وأزمة القرار اللي بيصدر مفروض من اتحاد الكورة وتساوي النقاط ولكن الأهلي بيحتفل ببطولة الدور نروح لزمنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي تواجد في الملعب وكان حاضر أحداث مباراة إمبي والآلي في ختام دوري الـ2003 دوري الشباب في مسابقة الجمهورية فاروق مسائل فل والناس كلها عايزة تسمع منك كافة التفاصيل الموقف الرسمي إذا صدر موقف من اتحاد الكورة الآن أو السبب الرئيسي وأنا شرحت جزء منه بس أنت أكيد لو عندك تفاصيل للأنت متخصص أكتر في بطولات الناشئين والبراعم والقطاعات في الفترة إلى خير مسائل فل يا فاروق برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان ودائما يا محمد يعني فيه أكتر من ملف انت تطرق ليه وأكيد يعني أنا ما تبعتش الجوز اللي انت تكلمت فيه بخصوص اللايحة بس دائما يا محمد نقول ان احنا عندنا أعطاء متكررة يعني الخطأ ده بيبقى يعني اتكرر من حوالي 3-4 سنين شفناها في بطولة التاسعة وتسعين اللي كان بيحتفل مصبوط والزمالك كان بيحتفل محمد يعني الأفضل يعني ان احنا يا جماعة لازم نحب دي المشكلة بتاعتنا لازم يبقى فيه عندنا كده يعني دم تقول لها محمد لوايح صريحة البنود اللي فيها صريحة دايما اللوايح اللي تطلع من اتحاد من اتحاد الكرة بيبقى فيها بنود غير واضحة الأندية طبعا يا محمد ما بتكتلمش في هذا الأمر ولا بتتنقش في هذا الأمر لانه بيبقى بالتالي فيه صغرات الاتحاد نفسه شايفة والأندية نفسها شايفة بس دايما الاتحاد بيستنى لما الأمر يحدث ونبدأ نطلع اللايحة نشوفها ليه البند دوت كان واضح ولا كان صريح يعني برضو محمد يعني دي من النقاط المهمة جدا ان اللايحة بتاعت اتحاد الكرة ما كانتش من البداية واضحة بس انت بتتكلم في نقاط مهمة ايه اللي حصل على الارض على الوقت ما بتصدboat يا فاروق اه واحد بيك ده عناصر اولها بالزبط طيب خليه يا محمد نقول ايه هي بطولة الجمهورية السنة دي بطولة الجمهورية ماليد الفين وثلاتة دي كانت بطولة بتضم واحد وعشرين فريب تمام في الدور واحد وعشرين فريب هي المرحلة الأولى المرحلة الأولى بتلعب مباراتك من دور واحد اه فالقرعة جابت مبارات الاهلي المبارات اللي جمعت ما بين الاهل وانبي هي مباراة واحدة جمعت ما بين الاهل وينبي على ملعب نادي امبي القرعة جابت الملعب انه هو ملعب نادي امبي الاهلي فاس في المباراة دي اتنين واحد فاس في المباراة اتنين واحد اه اه على ملعب نادي امبي ماشي تمام هي مباراة واحدة اللي جمعت ما بين الفاريتين في المرحلة الاولى كانت ما بين الاهل وينبي على ملعب امبي ولا هل فاس اتنين واحد الأهلي أنهى المرحلة دي المرحلة الأولى في المركز الأول برصيد 42 نقطة 42 نقطة وإنبي بالضبط إنبي نهى المرحلة دي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة 38 نقطة أوكي بتروح بقى المرحلة تانية اللي هي أول عشر فرق بيروحوا للمرحلة النهائية لتحديد البطل بتلعب برضو بتلعب مباراة الدوري من دور واحد برضو القرعة بالضبط يا محمد القرعة جابت مباراة الأهلي وإنبي برضو على ملعب إنبي برضو اه يعني المطشين بتوى الاهلي ومبي اللي تلين على ملعب مبي مطش الاولاني الاهلي كذب اتنين واحد والمطش التاني اللي هو النهاردة النهاردة بقى الاهلي داخل المطش وهو رصيده اتنين وستين نقطة اوكي ومبي ومبي رصيده تسعة وخمسين نقطة الاهلي بنسبة الاهداف فارع النادي امبي بتسعة اهداف قبل المباراة اوكي تمام الكواليس بقى بعد المباراة زي ما كلنا اتفرجنا وشوفنا على الكواليس المباراة انتهت بفوز امبي اربعة ثلاثة تمام كده المباراتين على ملعب امبي ففكرة ان تبقى فيه نص في اللايحة انا ما عرش موجودة اللي مش موجود ان المواجهات المباشرة كده اعتقد مش موجودة لان اصلا ما فيش فير بلاي ان التكافؤ الفرص ان انت على ملعبك مباراة وانا عملعبي مباراة عايز ضعف عند النقطة دي يا محمد لان انت يعني دي نقطة مهمة جدا 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 يعني طالما يا محمد او طالما اللي اتحب يحط لايحة طالما ان المباراة يا محمد او البطولة بتقول انها من دور واحد ما فيش مباراة عندي ومباراة عندك اذا ما تحطش بند المواجهات المباشرة اصبوط يعني انت طالما هتحط بند المواجهات المباشرة طب انا لعب المواجهات المباشرة انا لعب المواجهات المباشرة انا كاهلي عند امبي دي ملعب محايدة المفترض يا تبعث ملعب محايدة يما فيه ماطش عندي او ماطش عندك يما طالما انت هتعملها من نظام دور واحد يبقى ما فيش باند المواجهات المباشرة وبا انه لعب وبا انه عمل قرعة يبقى دي مباريات على ملعب محايدة ليست ملعب امبي او ملعب الاهل بالزبط اوكي انت حاضب المباراة اللي ما بين الاهل طيب خلينا برضو روح لمبدأ المبدأ اللي حطوا اتحاده الكرة وهو مبدأ المواجهات المباشرة المباراة الاولى الاهل كسب اتنين واحد المباراة الاولى بفارق هدف وفي المباراة التانية امبي بفارق هدف كويس مزبوط الاهل في المباراة الاولى احرز هدفين تمام وفي المباراة التانية احرز ثلاثة هدف على ملعب امبي فانت المفترض انا ليه افضل ايه بص يا فاروق اطلع برق جزئية دي لانه خلاص هي مباريات على ملعب محايدة فمش هنتطرق ليها وهل الايحة بس فيها نص مواجهات مباشرة امش موجودة لا فيها نص التحديد البطل بالمواجهات المباشرة بس فيه نقطة مهمة جدا يا محمد ازاي ازاي يعني ازاي فيه نص بالمواجهات المباشرة والمباراة بتتلعب على ملعب محايدة تبقى للقرعة بالضبط هي دي النقطة يعني يا محمد يبدي اول نقطة خطأ عن اتحاد الكورة بالضبط طالما يا محمد الملعب بتتحدد بالقرعة وطالما ان المباراة البطولة او المباراة بتلعب من دور واحد ما يفعش تحط مبدأ او لأجزء في اللايحة او تحط البنده في اللايحة اللي هو البند المواجهات المباشرة طيب دلوقتي الاهلي المباراة الاولى كسب بفرق الهدف المباراة الثانية أم بي كسب بفرق الهدف كويس اللي هو فرق الاهداف في المواجهات المباشرة بتحتكم الى فرق الأهداف اللي أحرزها كل فريق على مدار البطولة على مدار البطولة فالنادي الأهلي بعد المباراة اليوم فارق عن نادي أمبي بثمان أهداف قبل المباراة كان الأهلي فارق بثمان أهداف في الوقت النادي الأهلي فارق عن أمبي بثمان أهداف إذن النادي الأهلي في الوقت لا بكلم فيه اللاعبة بتحتفل النادي الأهلي بطل الدوري فيه شقة تاني بقى محمد نادي أمبي بيعتمد عليه أو بيتطرق ليه وهو أنه مع ورق لأحد اللاعبين برضو يعني احتراما للأندية الأخرى مع ورق لأحد اللعبين فأحد الأندية اللعب يعني نادي أمبي يقول في احتجاج علاماتش لعب وأنبي وخسره بدون تفاصيل حتى الآن لم يتم ألبت في هذا الأمر من قبل اتحاد الكرة أو المسؤولين عن المنفس طالما ما فيش قرار في المباراة دي الناس بتحسبها النفسها بناء على إيه بالضبط الأهل في الواقع اللي أنا بكلمك فيه دلوقتي هو بطل الدوري نادي أمبي رايح لما سيكون للأمر اللي لسه ما تمش البت فيه لسه ما تمش المناقشة فيه قد يكون اللعيد مزوره قد يكون آيا كان بس مش هنحط افتراضات على حاجة لسه ما تلقاش فيها قراري يعني مش قصتنا أصلا بالضبط يا رحمد لكن في الوقت اللي أنا بكلمك فيه الأهل هو بطلا لبطورة الجمهورية للعام الثاني على التوالي بطل أهل بطل الجمهورية موليد 2003 أكد برضو رحمد على النقطة مبروك يا فروح مبروك لقطاع ناشئين مبروك للجهاز الفني مبروك لللاعبين مسابقة الفريق أدى فيها بشكل جيد بينافس فرق بتصرف كتير جدا الآلة والنادي الشعب الوحيد اللي داخل فيه منافسة مع فرق ليست لها شعبية وأنا قلت أسامي فرق قطاعات الناشئين اللي بتحاول يعني تعمل منافسة مع الآلة وزاق واللي كان يبقى الآلة في النهاية هو رافع لواء الأندية الشعبية في هذه المسابقات والخطأ في النهاية عند الجهة المنظمة الجهة التي تدير هذه المسابقة فروح في حاجة أخيرة عايز تقولها مبروك شكرا لك فاروق وأعتقد يعني ديك كل الكواليس والتفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء اللي دلوقتي السوشيال ميديا الناس بتقولك الهالي بيحتفل وإنبي بيحتفل ولكن الخطأ كالعادة عند الناس اللي بتدير يا جماعة اختاروا ناس تعرف تدير اختاروا ناس تعرف تدير ده المشاكل مش فوه بس ده حتى تحت بالمناسبة على فكرة منتخب مصر كرة الصلاة خسر من أنجولا في سيمي فاينال في بطولة أفريقيا لمقامة في المغرب سبعة ثلاثة منتخب الصلاة اللي بقاله سنين كل ما بتتلاحب بطولة أمم بيوصل فينا مع هذا المجلس ومع هذا الناس اللي بتديروا الكرة في مصر خسر سيمي فاينال فشل في كل المستويات منتخب أول ومنتخب ناشيين ومنتخب شباب واختيارات خاطئة وحتى منتخب الصلاة والكرة النسائية مش متبقي إلى المنتخب الأمبي هيروح باريس ربنا يصر على النتائج هناك هل هيطلع من الدول الأول ولا لعله وعسى يقدر ميكالي يحفظ ماء وجه الكرة المصرية حاجة أخيرة قبل ما اطلع فصل وكالعادة الانفراضات والأخبار الحصرية من خلال برنامج الترند حكام مباراة العودة بين الأهل ومازمبي المباراة يوم الجمعة اللي جاية الساعة تسعة مسام بتوقيت القيران الناس تقول لي ممكن تتلاها بعشرة عشان التوقيت الصيفي حتى الآن الكاف رسميا آي للمباراة الساعة تسعة من حكام مباراة العودة طاقم تحكيم كيني بقيادة بتر كاماكو هو لهيدير لقاء العودة بين الأهل ومازمبي معه مساعد أول أيضا من كينيا جيلبرت شيروت ومساعد تاني استيفان أونيانجو والحكم الرابع مش من كينيا الحكم الرابع أنا أقول لكه دلوقتي الجنسية بتاعته من جنبيا الحكم الرابع من جنبيا اسمه لامين جنبيا طيب حكام تقنية الفيديو الحكم من موريشيوس ماريا ريفيد وعلى الأيفار مساعد أيفار مع ماريا ريفيد الجزائري لحلو بن براهيم على فكرة ماريا ريفيد ولحلو بن براهيم كانوا موجودين مبارح في مطش الترجي وسندانز خلصوا المباراة في تونس وجايين القاهرة بكرة موجودين على تقنية الفيديو في مباراة الأهلي ومازمبي إذن حكام لقاء العودة بيتر كاماكو الحكم الكيني والحكم ماريا ريفيد هتكون على تقنية الفيديو بخاص وحصري من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الأهلي حكام الزهاب والعودة تم اختيارهم بعناية شديدة جدا قلت لكم في لقاء الزهاب قبل المطش بتلات أيام الحكم البروندي لما سألت حكم مشهود لي بالكفاءة وبالأمانة وقالوا لي إن الاختيارات لمباراة النصف النهائي حكام تم اختيارهم بعناية بعد الكوارث التحكمية التي حدثت في مباراة الدروب النهائي أعتقد يعني الفكرة احنا بتكلم على التحكم كتير بتيجي بأثر إيجابي الضغط الإعلامي على أخطاء التحكمية بتحصل الآلة في المباراة الإفريقية بتسمع وبتوصل للمسؤولين في الكعف وعلى هذا الأساس تم اختيار حكم بروندي الكفاءة والأمانة كانت موجودة في لقاء الزهاب والحكم الكيني أيضا يعني سألت قالوا لي حكم مشهود لي بالكفاءة والأمانة ولكن إن شاء الله بإذن المباراة تخرج بشكل إيجابي وما يكونش فيه أخطاء تحكمية لا على الأهلي ولا على ما زنبي دي كانت أبرز الموضوعات والتفاصيل والكواليس والأمور المطروحة على السوشيال ميديا نطلع نتابع نشوف آخر أخبار التريند ونرجع لأنه عندنا كلام كتير جدا في التريند الآلي والتريند المحلي والمستجدات اللي موجودة حاليا دلوقتي عبر السوشيال ميديا أهلا بحضركم من جديد وآخر أخبار التريند والبداية مع تريند الآلي ونشوف اللي الكتب في السوشيال ميديا البداية من حساب ملعب القاهرة 24 وبيقولوا مصدر للقاهرة 24 كوكا يغيب عن مواجهة ما زنبي في العودة بسبب إصابته في الرجبة وإصابة أكرم توفيق لن تمنعه من المشاركة كوكا اشتكى من كدمة أسفل الرجبة وأنا في بداية الحالة كلمتكم على موقف المصابين فكرة أنه يتم الحديث عن غياب كوكا عن مباراة العودة شيء سابق لأوانه لسه فيه أشياء هتجري أو هيجريها اللاعب يوم إلا الثلاثاء وعلى هذا الثلاثة نعرف موقف كوكا يلحق ولا يملحاش وبالتالي صعب أتكلم على موقف لعب في إصابة كدمة من دلوقتي يعني الكدمة أو الورم ده ممكن يخف شوية يعمل إشاعة تلاقي الغياب يوم ولا اتنين فيلحق ماتش العودة فده كلام سابق لأوانه ومش هنتكلم فيه دلوقتي ويوم الثلاثة أول أربع هنحاول نحسم لكم ونقول لكم موقف أحمد نبيل كوكا طيب كرة بلاصة أيضا بيتكلم على موقف مروانه عطية من المشاركة مع الأهلي في مباراة مازمبي قالوا إن مروانه عطية هيجري فحص دقيق تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تحديد موقفه مروان يوم الثلاث هينزل التدريبات الجمعية هينزل التدريبات الجمعية يلعب أو ما يلعبش ده وجهة نظر لمرسي الكولر ولكن في النهاية لسه ماتش الجمعة قدامه أربع خمسة أيام فصعب جدا يعني يتم حسم هذه الملفات دلوقتي خاصة إن الإصابات العضلية وعودة الفريل التدريبات هي اللي هتكون حاسمة في موقف مشاركة اللعب طيب ملعب القاهرة 24 برضو مصدر للقاهرة 24 محمد الشناوي يرغب في الدخول ضمن حسابات الجهاز الفني خلال العودة أمام زنبي لاكتساب حساسية المباريات بعد غيابه لفترة طويلة أنا عشان كده كان كل الكلام بتقال في السوشيال ميزيا كنت حريس أكلم مصدر يكون عنده قافة التفاصيل المتعلقة بموقف المصابين ولكن لسه محدش حسم شيء لكن معادة حاجتين الشناوي وإمام عشور وده قد تكلمتوك على بروتوكول الجهاز الطبي متمسك بتنفيذه الشناوي عمل أشعة من أيام قليلة جدا والأشعة أثبتت بعد الشناوي ما دخل تدريبات الفترة أخيرة إنه جاهز للمشاركة في المباراة ما عندهش مشكلة يقدر ينزل على دراعه ويقدر يترمي المين أو شمال ما فيش أي مشاكل لكن القرار يخص الدكتور والجهاز الفني لأنهم في الإصابات دي تحديداً لها بروتوكول معين لو شهر ونص أو شهرين طب لو الأشعة أثبت أن أنت جاهز محتاج معدل بدني مش أقل من أسبوع أسبوعين عشان تدخل فيه المباراة الرسمية فهي الجزئيات دي اللي بيتم دراستها في الأيام اللي جاية ولكن بشرة الخير في إيه؟ إن الجهاز الفني نفترض مثلاً شايفهم كلهم كويسين ما فيش مشاكل يقدر يلعب به وماتش مازمبي؟ آه يقدر يلعب به ودي نقطة ما كانتش موجودة من يومين تلاتة عشان كده بقول لحضراتكم في بشرة خير وموقف إيجابي في موضوع المصابين في الفترة الحالية وأعتقد يعني الشنوي الأفضل أنه يتمهل لفترة بسيطة عشان يبقى جاهز لحراسة عرين الأهلي مع مصطفى ومع حمزة علاء وأيضاً كمان مع الزنفلي ومصطفى مخلوف طيب اليوم السابع كولر يتعهد بمرح أحمد عبدالقادر فرصة في الأهلي بشرط طيب إيه هو الشرط؟ اشترط كولر على اللاعب ضرورة مواصلة التدريبات بجدية وخوض المباراة بمزيد من التركيز أنا في موضوع عبدالقادر عايز أقول بس نقطة والنهاردة قش عايز أتكلم عليها بس هتكلم عليها باستفادة بكرة بإذن الله كل الكلام السلبي اللي كنت بتسمعوه قبل مطش مازنبي دلوقتي مش هيبقى موجود عبدالقادر ماشي متولي مش موجود ده متولي لعب مبارح يا جماعة الكورة فيهم مستجدات كتيرة أبرز المستجدات إيه؟ إنك لو قلت من بدري اللاعب ده ما بيلعبش وهيمشي ممكن بعد شهرين ثلاثة شوف فترة طويلة هي يعني مثلا بتولي بقاله مثلا حوالي عشر شهور ما بيلعبش مع الفريق الناس قالت خلاص ده ماشي مش موجود مع كولر مبارح الرجل يحتاجه لقاه نزل لعب عمل ماتش كويس هل كده خرج من حساباته؟ لأ الكورة فيها متغيرات كتيرة جدا الإعلامي أو الصحفي اللي بيجزم إن فيه لعيب ما بيلعبش ده برة ده حد صور يعني في اللفظ مبتدئ مش مهني الكورة فيها متغيرات كتيرة ممكن لعيب النهارده مش موجود تلاقي أساسي زي عبدالقادر لعيب بعيد تماما عن المشهد زي متولي نزل نتيجة إصابة أكرم وكوكا شارك ظهر بشكل كويس ممكن يكونوا في حسابات كورة للفترة اللي جاية ما فيش حد برة الحسابات إلا في نهاية الموسم أعتقد يعني ماتش مازم ببارح كان فيه دروس كتيرة لبعض الناس اللي بتحول تقول أخبار كتير غلط أخبار كتير غلط طيب يلا كورة خط تصريح من أليكساندر جوران المدرب العام لفريق مازم بي قال فيه أن وسام أبو علي أرهق المدافعين فهو لاعب يقوم بمروغات متعبة وتمكن من إخراج الآلي من الوضعية الدفعية في أغلب الوقت عمل مجهود كبير وسام بس للأسف بقى اللمسة الأخيرة يعني أعتقد بقى الملعب الضغوطات الظروف في أفريقيا لسه جديدة على وسام أبو علي حساب بطولات خط تصريح من فصل ساكا لاعب مازم بي واللي قال فيها الأهلي سعيد بتلك النتيجة هنا لأن من الصعب الخروج من اللومنباشي متعادلا سنفاجئهم في القاهرة مثلما فعلنا أمام بيترو أتلتكو في أنجولا أنا عايز أقول لك يا فصل ساكا الأهلي أكيد واخد باله أن بيترو أتلتكو خسر على أرضه من مازمبي وعارف أن مازمبي تعادل على أرضه وكسب في أنجولا والمباراة دي أكيد هتكون محط اهتمام كولر في الأيام اللي جايه فإن شاء الله بإذن الله الأهلي هتكون مستعد جدا للقاء العودة وإقدر يتخطى مواجهة مازمبي الوطن الرياضي بيقولوا طبيب الأهلي يجهز ثلاث مصابين لنهاء دور الأبطال أبرزهم إمام عشور بيقولوا أن الأهلي سيستعد خدمات مراونا عطية وتجهيز السلاسي إمام وحسين وياسر إبراهيم كلام ده الحمد لله إحنا قلناه في بداية الحلقة وجبت لكم تفاصيل خاصة بموقف المصابين وإن شاء الله الملف هيكون إيجابي جدا في الساعات اللي جاية بطولات بيتكلموا على أن التاريخ يجيب ماذا يفعل الأهلي عندما يتعادل زهابا في نصف نهائي دور الأبطال لو الأهلي تعادل زهابا في نصف النهائي بيعمل إيه في ماتش العودة؟ في 2007 الأهلي لعب مع اتحاد طرابلوس الليبي تعادل مع 0-0 مع مانو الجزيه ولكن في اللياب الأهلي كسب 1-0 تمكن من الفوز بهدف ذاتي كان سجله هشام شعبان مدافع الاتحاد الليبي في مرمى برضو في 2007 الأهلي وسل فاينال تعادل مع النجم في سوسا 0-0 ولكن خسر بتلاتة واحد في ملعب القاهرة المبرش شهيرة اللي كان بيديرها عبد الرحيم العرجون الحكم المغربي 2008 الأهلي تعادل في 5 أكتوبر أمام إنيينبا النيجيري بمدينة أبا سلبيا وتأجل الحسم في القاهرة والأهلي كسب في القاهرة نفس الأمر مع القطن الكاميروني نفس الأمر في 2012 مع سانشاين النيجيري 2013 مع القطن الكاميروني تاريخ طويل جداً وعارض للأهلي في البطولات الإفريقية طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة قلنا وسألنا رأيكم ايه في أداء الأهلي هل الأهلي لعب مباركة بيرة؟ هل المباركة الدفاعية؟ هل الأهلي كان رايح يكسب؟ تعالوا نشوف أراء كل المتابعين نورة بتقول مساء الخير يا أستاذ محمد شكراً جداً يا نورة مساء الفل بتقول أداء في ظل الظروف اللي تلعب فيها المتش من أرضية ودرجة حرارة وثلاثة العصر أداء كويس جداً وإن شاء الله هنا هنعمل نتيجة كويسة ونصعد أحمد خالد مساء الخير يا أستاذ محمد مساء الفل يا أستاذ أحمد بيقول أداء جيد بالنسبة للأجواء اللي كانت في تكونه الأهلي لعب كويس ضيعنا كتير لكن إن شاء الله نقدر نسجل في العودة بالتوفيق للأهلي إن شاء الله وتكون البطولة الـ 12 حتى الآن الناس راضية عن الأداء والشكل أستاذ عمر بيقول مساء الأبطال الأهلوية من البداية كان التركيز في البطولة الإفرقية الأهم على الإطلاق ورغم الظروف الصعبة والغيابات المؤثرة والأجواء المختلفة الأداء متوازن وقوي والتعادل بمثابة فوز ونقطة تصيح للمصاري الأهلاوي الناجح على كل الأسعاد وطحية خاصة لمصطفى شبير نروح لمعروف أداء جيد ونأمل في أداء جيد جداً في مباراة العودة يوم الجمعة القادم آخر تعليم معايا بسرعة أستاذ محمد عمر بيقول الرائع اختصر المشهد كله في كلمة واحدة أداء رائع نتمنى يا رب التوفيق في لقاء العودة وتكون الأمور كلها مهيئة لتحقي نتيجة إيجابية والتأهل إلى النهائي اللي هيكون نهائي تاريخي الخامس على التوالي أي أن كانت المنافس سواء الترجي أو صندوز لأن الترجي كسب في الزهاب 1-0 لسا العودة في بريتوريا يوم الجمعة في نفس توقيت مباراة الأهل الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وأجداً لقاء جديد في برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء